السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياة العظماء مصدر إشعاع للفكر ومنهل عذب للخير وينبوع فياض بالحكمة ورصيد ضخم في الكمال والمعرفة وطاقة جبارة في العلم والأذب تستوحي الأمة منها الإيمان الصادق والعقيدة الحقة والذود عن المبدأ والخلق الكريم والمثل والكرامة فهي حياة العظماء ومدرسة للإنسانية ومعالم والضاءة لتحقيق الحق والعدالة وهل هناك عظماء كأهل البيت عليهم السلام في هذا الحوار نحاور سماحة الشيخ فوزي آل سيف حول حياة الإمام الرضا عليه السلام أهلا بكم سماحة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم إن شاء الله سماحة الشيخ هناك رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام نبدأ بها استفتاحا تقول أنه كان يقول لأبنائه هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم فإني سمعت أبي جعفر ابن محمد عليه السلام أي الإمام الباقر غير مرة يقول لي إن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته أدركته فإنه سمي أمير الممنين عليه السلام قبل البدء سماحة الشيخ في الحوار حول الرواية نجد ألقاب اختصة بها الأئمة عليهم السلام كلهم صادقون كلهم علماء كلهم كرماء لكن نجد الإمام الحسن الكريم أهل البيت الجعفر الصادق الباقر عالم آل محمد وهكذا ما هي فلسفة هذه الألقاب ولماذا سل التضع على لقب واحد لأحد الأئمة عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأمر كما تفضلتم من أن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم كلهم علماء كلهم صادقون كلهم كاظمون كلهم مرضيون ولكن اختص بعض هؤلاء الأئمة عليهم السلام ببعض الألقاب تم التركيز عليها بعضها توقيفي كالذي جاء في الروايات وبعضها انتزاعي ليس بالضرورة أن يكون من وحي والجهة في ذلك فيما نعتقد هو الإشارة إلى الدور الأكبر الذي كان يمارسه هذا الإمام أو المنصب الحقيقي الذي يمثله فمثلا عندما نتحدث عن الإمام الحسن الزكي كلهم أزكياء ولكن كأن هناك في هذا اللقب إشارة إلى أن الإمام الحسن عليه السلام سيتهم ستشاع حوله الإشاعات سيحاول الأعداء بل ربما حتى بعض الأصدقاء غير الواعين انتقاد شخصيته أو بالنسبة إلى الأعداء سيحاولون تشويه شخصيته هذا اللقب يرد عليهم بالكامل هو زكي هو بعيد عما تشويهونه به الباقر والصادق أيضا إشارة إلى دورهما في أن الإمام الباقر عليه السلام بقر علم الأولين والآخرين واكتشفه واستخرجه الباقر هو كناية عن الاستخراج من باطن الأرض وبالنسبة إلى الإمام الصادق كأن بعض من سيكون في ذلك الزمان وهذا حدث من قسم من رجالي مدرسة الخلفاء أو غيرهم قالوا هذه الأخبار هذه الأحاديث من أين كأنما هناك تشكيك في مصدرها الوحياني فيقال لهم لا هذا هو الصادق الذي لا يأتي بكلام إلا وهو عين الحق والواقع إذا انسماحت الشيخ ما هي الميزة أو ما هي السمات العلمية للإمام الرضا ليطلق عليه الإمام الباقر عليه السلام بعالم آل محمد هنا أيضا نفس الكلام عندما نأتي إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في بعضها ومنه هذا الحديث أيضا الذي ذكرتموه والطريف في الأمر هذا أنه فيه إشارة أن الإمام الكاظم يحدث عن أبيه الصادق عن الباقر في بعض الروايات وعن الصادق في بعضها يكتفى به وفيها ولو أدركته لخدمته في بعض الروايات الإمام الصادق عليه السلام هذا المعنى موجود مما يبين عظمة الإمام الرضا عليه السلام كونه عالم آل محمد إشارة إلى ذلك الدور المتميز الذي قام به الإمام عليه السلام في نشر علوم أهل البيت ولذلك بعض الباحثين يرون وهو كلام صحيح يقولون الانفجار والنهضة العلمية التي شهدها المذهب مذهب أهل البيت مرت بثلاث مراحل مهمة جدا المرحلة الأولى زمان أمير المؤمنين عليه السلام وحيث جاء الإمام أمير المؤمنين بعلوم لم تكن مأهودة في ذلك الزمان ولم يكونوا يعرفونها ولذلك وهذا من الطريف أن بعض من شكك في نهج البلاغة قال في ونسبته إلى أمير المؤمنين قال نهج البلاغة فيه فلسفة فيه عقائد فيه علم كلام متطور فيه استدلالات برهانية عقلية ما كانت معروفة للصحابة ولأهل ذلك الزمان فإذا لا يكون هذا منسوبا للإمام علي وهذا هو الدليل المعاكس لأنه من علي ولأنه متفوق ولأنه هذا يثبت أنه من علي فالمرحلة الأولى هي مرحلة أمير المؤمنين مرحلة الثانية مرحلة الصادقين الباقر والصادق المرحلة الثالثة كانت مرحلة الإمام الرضا عليه السلام حيث انتشر عنه علم عظيم جدا الذي يريد أن يطلع على حجم التراث العلمي الذي خلفه الإمام عليه السلام ما عليه إلا أن ينظر إلى كتاب مسند الإمام الرضا للشيخ عزيز الله عطاردي في مجلدين وكتاب عيون أخبار الرضا أيضا هو في مجلدين كبيرين فعالم آل محمد باعتباره أنه هو المكمل لهذه النهضة العلمية التي بدأها علي أمير المؤمنين والباقران سماحت الشيخ ذكرتم ثلاث مراحل أمير المؤمنين والباقر والصادق والإمام الرضا وفي الرواية أيضا يجتمع الثلاثة الإمام علي وهو سمي أمير المؤمنين الإمام باقر يصفه بسمي أمير المؤمنين فهل لهذه التسمية علاقة أم فقط علي وعلي إشارات الإشارات مركزة ومؤكدة على قضية التشابه بين الإمام الرضا وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل أن يكون مجرد إشارة إلى الإسم لكن مثلا لو كان فقط هذه الجهة ربما يقال فلماذا لم يقل في شأن علي الهادي عليه السلام نفس الأمر وإنما أشير إلى الإمام الرضا فنحن نحتمل أن مشابهة الإمام الرضا لجده أمير المؤمنين عليه السلام في الدور الألمي المتميز تمت الإشارة إليه بهذا المعنى سماحت الشيخ أيضا ونحن في ألقاب الإمام الرضا عليه السلام هناك من يقول أن وصف الرضا أو إطلاق اسم الرضا على الإمام هو جاء من المؤمن العباسي فهل هذا صحيح أم لكم رأي آخر نعم هناك ثلاث ثلاثة احتمالات لتسمية الإمام بالرضا وإعطاءه هذا اللقب الاحتمال الأول وهو الذي عادة يشاء في كتب التاريخ الرسمية التابعة لمدرسة الخلفاء أن المأمونة لما أراد أن يوليه ولاية العهد ارتضاه للناس فأصبح الرضا وحاول أن يركز على هذا المعنى فهو إذن لقب بناء على هذه الفكرة هو لقب من الألقاب التي تعطيها دولة ما لشخصا مثل رتبة عسكرية أو رتبة سياسية هذا يصير سفير هذا يصير وزير هذا أيضا رضا منتخب من قبل المأمون هذه فكرة نحن نعتقد أن هذه الفكرة ليست صحيحة وذلك لأن اعتقادنا شيعة أهل البيت تبعا للأئمة عليهم السلام أن مثل هذه الألقاب لا قيمة لها إلى جانب الألقاب الإلهية إلى جانب التسمية الربانية شنو قيمة أن يعطي وزير أو أمير أو خليفة لقبا لشخص المعطي سيزول فضلا عن المعطى وفضلا عن التسمية وإنما الصحيح هو ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام في جهتين الجهة الأولى أنه كان مرضيا في السماء فهو رضا لله عز وجل أضف إلى ذلك نقطة أخرى حتى لا يقال مثلا طيب مفقط هو الذي كان رضا لله ورضيا عند الله فإن بقية لئمته هم كذلك فتجي المسألة الأخرى وأنه كان مرضيا من المؤالف والمخالف لمطلعوا عليه من علمه ورده ورعه وأخلاقه وهذا لم يتيسر للجميع لجميع الأمة لم يتيسر فإنهم وإن كانوا مرضيين لله عز وجل إلا أن الوضع الحاكم وعامة الناس لم يسلموا لهم بينما بالنسبة الإمام الرضا تم تسليم المؤالف والمخالف بالنسبة إليه سماعت الشيخ أيضا في الثورات العباسية كان هناك شعار للرضا من آل محمد فهل لهذا علاقة أيضا باللقب أو شيء آخر لا هذا قبل يعني قضية الرضا من آل محمد هي قبل العباسيين جاءت يعني عندما بدأ العلويون في الواقع من أحفاد محمد بن الحنفية في التحرك ضد الأمويين في تلك الفترة وبالذات في الفترة الانتقالية من الحالة العلوية الثورية إلى الحالة العباسية الانتهازية إما أنه هذا اللقب كان موجودا قبل أو أن العباسيين حاولوا أن يعطوا عنوانا غير واضح فقالوا الرضا من آل محمد هذا على نظرية وعلى نظرية أخرى لا نفسهم العلويون قالوا نحن ندعو إلى الرضا من آل محمد يعني شخصية غير معينة الآن حتى لا يختلف الناس عليها الثائرون ضد الأمويين لا يقول هذا لا نريد فلان وذاك نريد فلان كأنما أجل هذا النزاع إلى أنه بعد حصول الانتصار ينتخب شخص مرضي ويكون من آل محمد فهي تسمية سابقة نعم يعني نحن نتحدث في سنوات من 125 إلى 132 يعني قبل حوالي سبعين سنة من شهادة الإمام الرضا نعم سماحت الشيخ أيضا هناك لقب ابن الرضا الذي أطلق على أكثر من واحد من الأمة عليهم السلام بعد الإمام الرضا نعم فهل هذا اللقب مدلول مدلوله هو أن الإمام الرضا عليه السلام أصبح حاضرا في ذاكرة الإسلامية كلها وهذا ما أشارت إلي بعض الروايات لأنه رضي به المخالفون والمؤالفون أصبح الإمام الرضا عليه السلام شخصية لا تحتاج إلى تعريف نعم لا يقال الرضا من هو الرضا لا خلص الرضا مثل ما تقول رسول الله نعم رسول الله من هذا يتعجب من الرضا على أثر دوره وعلى أثر معروفيته وعلى أثر رضا الجميع به أصبح شخصية بحيث ينسب الآخرون إليه ويعرفون به وهو لا يحتاج إلى تعريف لمعروفيته شيخنا عودة إلى عالم آل محمد عليه السلام عليهم السلام جميعا هنا لسؤال ما هو حجم ومساحة الإرث الذي تركه الإمام عليه السلام بالنسبة لباقي أنتم ذكرتم أنه كان ثورة بالنسبة إلى المذهب ما هي المساحة التي أحدثها الإمام الرضا عليه السلام مقارنة بغيره من المعصومين تارة نتحدث عن الكام وأخرى نتحدث عن الكيف كم الأحاديث التي رويت عن الإمام الرضا عليه السلام في مختلف الميادين في أصول العقائد وفي قضايا الأحكام الشرعية وفيما يرتبط بالأخلاق هو كم كبير جدا كما ذكرت لك بعض هذه وهو ما أطلق عليه الشيخ الصدوق رحمه الله محمد بن علي بن بابويه القمي في كتابه عيون أخبار الرضا هذا انتخب العيون من الأخبار يعني أهم الأخبار لو أردنا أن نمثل في هذا التمثيل نقول موجز النشرة إن صح التعبير أهم العناوين الزبدة الزبدة أهم الأخبار انتخب من أخبار الإمام الرضا عيونها أهمها أشهرها أشخاصها فجاءت في مجلدين ضخام غطت مساحة كبيرة جدا من المناظرات والاحتجاجات وقضايا العقائد والأحكام وما شابه ذلك وفلسفة الأحكام قضايا القرآن وغيرها هذه هي العيون والأساس فما ظنك لو كان يتم إحصاء كامل هذه الأخبار المرحوم كما ذكرنا الشيخ عزيز الله عطاردي في كتابه مسند الإمام الرضا المطبوع منه هو مجلدان ضخام للأسف ما في تعداد وترقيم لها حتى يقول الإنسان أنه هلقد لكن من خلال معرفة الرواة الذين رووا عن الإمام الرضا عليه السلام وهم عدد كبير جدا عدة مئات من الرواة يتبين حجم المدرسة التي خلفها الإمام عليه السلام وكمية الألم التي درسها في واحد من أولئك وهو الحسن بن علي الحسن بن علي الوشاء هذا يقول رأيت في مسجد الكوفة سبعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد هذا هو يسمع يعني هل تراث الحديث الذي كان يحمله هؤلاء الرواة واحد من رواة الإمام الرضا عليه السلام يسمع من هؤلاء جميعا وينظر إليهم ويحضر درسهم فمن حيث الكم هو كم كبير بالقياس إلى سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام وهناك جهة أخرى هو جهة الكيف جهة الكيف نحن نلاحظ ملاحظات ما أدري إذا كان هناك سؤال حول حول الصفات العامة لحديث الإمام الرضا عليه السلام أحسنتم فهذه جاءت بعد في من جهة الكيف نحن سنلاحظ بعض الملاحظات التي ربما لا تجتمع بكاملها في سائر الروايات الجهة الأولى أن روايات الإمام الرضا عليه السلام ناظرة إلى الروايات المتقدمة لها وغالبا حاكمة عليها نعم وهناك مسلك يسلكه بعض الفقهاء واعتمادا على بعض الروايات أنه ماذا نصنع إذا كانت هناك روايتان متعارضتان بدوا وظاهرا في بعض الروايات ورد أنه يؤخذ بالمتأخر منهما هذا قسم من العلماء والفقهاء ومنهم المرحوم سيد تقي القم أحد المراجع الدينيين توفي رحمة الله عليه وله إنتاج علمي خصب جدا كان يرى أنه إذا تعارضت الروايات أحد المرجحات للرواية هو كونها متأخرة لأنها ناظرة إلى المتقدمة وحاكمة عليها وشارحة لها أو ناسخة لها المهم الرواية المتقدمة ماذا الرواية في زمان الإمام الباقر لا يمكن أن تكون ناظرة إلى رواية في زمان الإمام الرضا بعكس ذلك بينما رواية الإمام الرضا يمكن لها أن تكون حاكمة لتلك مقيدة لها جاعلة حدا لزمانها فإذا صحت هذه النظرية استفاد منها الفقه بشكل مهم جدا لأنه آنئذ ستكون ماذا روايات الإمام الرضا وما أكثرها في أبواب الفقه والأحكام هي المرجع حتى لو تعارض معها روايات متقدمة هذا واحد والثاني حتى مع فرض عدم الأخذ بهذا المسلك الرواية المتأخرة غالبا ما تكون فيها جهات لم تذكر في الروايات المتقدمة وأنت لاحظ نفسك عندما تلقي مثلا اليوم حديثا في مكان إذا جئت بعد سنة تريد أن تلقي حديث في نفس الموضوع لابد أن تضيف أشياء جديدة تنضج الفكرة عندك وهذا فقط من باب التمثيل وإلا هم كلهم نور واحد وضياء واحد ولكن هذه الميزة نحن نلاحظها في روايات الإمام الرضا عليه السلام أنها شارحة مبينة إلى غير ذلك هذا واحد فهي حاكمة أولا وثانيا شارحة هي حاكمة بناء على مسلك المسلك الأول إذا أحد يقبله وشارحة ومبينة ومفصلة بناء على المسلك الثاني في مسلك ثالث أو هم فقط لا هو هذاني سماحة الشيخ أيضا هنا سؤال يطرار هل الإمام الرضا عليه السلام في موضوع الكم هل لأنه ثنيت له الوسادة وأصبح وليا للعهد وأيضا سؤال يعتمد على هذا السؤال كيف استطاع الإمام الرضا عليه السلام وهو مسؤول ونعلم أن الواحد يعني مقدار من المسؤولية يأخذ من وقته فكيف استطاع الإمام عليه السلام أن يجمع بين المسؤولية وبين بث الألم جميل هذا من الأسئلة اللي فعلا جيدة ولا يعني ذلك أن باقي الأسئلة لم تكن كذلك وإنما كأنه يجيب على سؤال عند الناس نعم قسم من الناس يتصورون أنه لما تولى الإمام الرضا ولاية العاد فسيكون كحال سائر المسؤولين الحكوميين مشغول بالأمور الحكومية والرسمية وما شابه ذلك والحال أنه ليس كذلك فإن الإمام الرضا عليه السلام أولا إلى زمان شهادة أبيه سنة 183 هجرية ولادة الإمام عليه السلام على المشهور سنة 148 في نفس سنة الشهادة الإمام الصادق سلام الله عليه وبعد شهادة الإمام الصادق بأيام بناء على رواية 25 شوال نعم أو بأشهر بناء على رواية رجب ولعلهم اللطف في هذا أن الإمام الصادق عليه السلام يقول ولو أدركته والحال أنه لم يدركه يعني لم يشاهد ولد بعد وفاته ولد بعد وفاته إما بعد وفاته بأيام أو بأشهر نعم طيب فإذا ولد مثلا في سنة 148 بناء على رواية ولعلها هي الأكثر أو 153 على رواية أخرى فهو من 148 إلى 183 أو من 153 إلى 183 كان في المدينة المنورة أحسنتم زين 30 سنة هذا كان في زمان أبيه عليه السلام ولم يكن ساكتاً لأنه أكو رواية عن الإمام عليه السلام كنت عن الإمام الرضا كنت أجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويأتي السائل فيسأل فيعجزون أن فيأتي إلي هذا في أيام الإمام الكاظم عليه السلام تتصور مثلا إذا تصدى للإفتاء من دون العشرين وفي روايات تشير إلى هذا المعنى فهو عشر سنوات 12 سنة 13 سنة مع وجود أبيه الكاظم عليه السلام كان يستفتى ويفتي نعم ويتحدث ويقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد شهادة أبي من سنة 183 هجرية إلى سنة 200 أو 201 على الخلاف عندهم بين إشخاص الإمام الرضا عليه السلام هل كان في 200 أو في 200 واحد إلى طوس فعندنا من 183 إلى 200 نقول هناك 17 سنة أضف إليها من تلك الجهة مثلا 12 13 سنة أي 30 سنة بالكامل الإمام عليه السلام وأكثر من ذلك هو يفتي ويتصدى ويعطي للناس جميعا فهذا أولا الفترة العظمى مختصر الفترة العظمى من حياته إذا قلنا أن حياة الإمام الرضا خمسين أو ثلاثة وخمسين على اختلاف سنة الميلاد خمسين أو ثلاثة وخمسين استثني منها ثلاث سنوات ثلاث سنوات هي التي كان الإمام فيها في طوس فهناك إذن خمسون سنة بعضها وهو الأكثر بعد تصديه للإمامة وبعضها الآخر قبل تصديه للإمامة في كل هذه الفترات كان الإمام يتصدى للتعليم والتدريس والتربية والحديث وما شابه ذلك فإذن هذا ما مشغول بشيء على أنه حتى فيما بعد تعيينه في ولاية العهد الإمام هو أذكى من المأمون بكثير لذلك قال أولا رفض الأمر بشكل أساسي رفض أن يدخل فيه الدولة والحكومة وتارة بحجة أنه إذا كان الأمر استحقاقك فلا معنى لأن تعطي نية إذا كان غير استحقاقك فلا معنى لأن تعطي ما لا تستحقه نعم طيب فاضطر الإمام إلى القبول لكن مع ذلك قال أنا أقبل على أن لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أقول ولا أكتب ولا ولا أي شيء يعني أنا لا لا أشغل نفسي بأي شيء من أموري الدولة لجهتين واحد حتى لا يعطي شرعية لأعمال المأمون والجهة الثانية حتى لا يشغل بمثل هذه الأمور البسيطة والظاهرية عن دوره الأساسي والثراء الذي وجدناه ولا سيما في المناظرات والاحتجاجات اللي على مستوى الدولي حسب تعبيرنا هذا المجلس المعروف والمشهور اللي جمع فيه المأمون كل أرباب الملل والنحل والمقالات مسلمين مسيحيين يهود صابئة ما أدري ملاحدة طيب وهذا تكرر كثيرا استثمرها الإمام عليه السلام في بث العلم وتبليغ الرسالة سماحة الشيخ مضى نصف الوقت ونحن إلى الآن لم نتجاوز الخطوة الأولى في حديثنا عن سيرة الإمام الرضاء عليه السلام هذه السيرة الضخمة وأعطاؤكم المميز سماحة الشيخ أيضا نحن في نورهم وتحت ضيائهم الحمد لله ثبتنا الله وإياكم سماحة الشيخ من الروايات التي تنسب للإمام الرضاء وتروى عنه حديث عرفة بسلسلة الذهب لماذا سمي بذلك سلسلة الذهب ناظر إلى الإسناد نحن نعتقد بطبيعة الحال أنه الإمام الرضاء لا يحتاج إلى إسناد لأن موقعه هو موقع النبي صلى الله عليه وآله وقد قرروا ذلك بقولهم حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث علي كما هو المنقل عن الإمام الباقر وحديث علي حديث رسول الله وهو عن الله عز وجل وبالتالي فالإمام ليس راويا لا يحتاج إلى إسناد وإذا وجدنا في بعض الروايات أنه قال قال أبي كذا أو عن جدي كذا أو قال رسول الله فهو لجهات أخرى والأئمة عليهم السلام كانوا يحرصون على التأكيد على عدم روايتهم على عدم روايتهم عن رسول الله لأن مدرسة الخلفاء والخط الآخر كان يريد أن يتعامل معهم على أنهم علماء جيد محدثون رواة طيبون وصادقون لا هم أئمة نعم هم لهم كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ما خل النبوة نعم يكشفون عن الأحكام الشرعية كما كان يكشف النبي صلى الله عليه وآله عنها هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر لسنا رواة نعم نعم في بعض الحالات لجهات معينة لو صار فرصة نتحدث عنها لجهات معينة كانوا يؤكدون على أن هذا الحديث مروي عن رسول الله ومنها هذا الحديث من تلك الجهات أنه عندما يكون المخاطب لا يعتقد بالأئمة عليهم السلام لا يعتقد بإمامتهم فلا معنى لأن تقول له أنا أقول كذلك إنما ينفع هذا عندما تخاطب شخصا معتقدا بإمامتهم أما إذا كان لا يعتقد بهذا فأنت أن تجي تقول لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي فورا يقول لك من قال هذا كيف وصل إليك من أين جاء لك من الذي يقول أن هذا صادر حقا فلهذا تعمد الإمام روايتها عن أبي روايتها أحسنتم وهذا مو بس في هالمكان في أكثر من مكان كان الأئمة عليهم السلام إذا كان مخاطبهم ليس من شيعة أهل البيت عليهم السلام أو لا يعتقد فيهم ما يعتقده الشيعة كانوا ينسبونها بالرواية إلى أبائهم لذلك الآن الإمام عليه السلام جاي في هذه المنطقة وهذه المنطقة من ناحية التصنيف المذهب إلى ذلك الوقت لم تكن شيعية كانت تعرف الأئمة باعتبارهم مثلا أبناء رسول الله وبأنهم من بني هاشم وأشراف وكذا أما أنهم كرسول الله في قدرتهم التشريعية كلا فهنا لابد إذن أن يتكلم لهم الإمام عليه السلام بهذه الطريقة حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي وذكر الأسماء إلى أن أصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الله عز وجل إلى هنا هذا هو سلسلة السند هي هذه ولذلك قال بعض المحدثين هذا إسناد لو قرأ على مجنون لأفاق يعني هذا من الأسانيد التي مو بس لا ينبغي أن يخدش فيها وإنما لها آثار إلى هذا المقدار أنها تشفي المرضى كما تصنع آيات القرآن الكريم كيف أن آية القرآن عندما تقرأ على مريض يشفى بإذن الله هذه الأسماء المقدسة أيضا هي كذلك وهذا القائل ليس من شيعة أهل البيت لكن فيما بعد الإمام عليه السلام ما اكتفى بهذا وإنما قال بشروطها وهذا الإجابة على سؤال مقدر وفي محله يعني لنفترض أن فلانا قال لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة لا لها شروط لها شروط لها مقتضيات من هذه المقتضيات ما هو في باب العقاب أنت يا علي بن موسى الرضا منها أحسنتم من من منها ما هو في العقائد ومنها ما هو في الأعمال وإلا ما أسهل هذه اللفظة يستطيع أي إنسان ما ما كان عاصياً وفاسقاً وغير ذلك أن يقول لا إله إلا الله بدل الواحدة عشرات المرات فلذلك قال أخيراً بشروطها وأنا من شروطها سماعت شيء قبل أن نبتعد هل هناك وجه آخر لذكر الأئمة عليهم السلام الرواية مسندة غير ما ذكرتم للاستفادة هناك وجوه أخر منها لبياني أن هذا المضمون قد قاله أئمة الهدى عليهم السلام في كل أزمنتهم حتى يؤكدوا عليه يعني مرة أنا أجي أشوف أن هذا المجتمع مثلاً يحتاج إلى موضوع معين ربما المجتمع الآخر لا يحتاج إلى هذا الموضوع مرة يكون لهذا من من مواضيع الأصول التي تحتاجها كل المجتمعات في كل الأزمنة فيأتي الإمام أمير المؤمنين ويؤكد عليه ثم يأتي الإمام الحسن ويؤكد عليه ثم يأتي الحسين ويؤكد عليه هذا يأكد عليه في الكوفة ذاك يأكد عليه في المدينة الثالث يأكد عليه في بغداد هذا إذن من المواضيع التي تحتاج إلى أن يتم التأكيد عليها في كل الأزمنة وفي كل المجتمعات لذلك عندما يقول الإمام أنه قال موسى بن جعفر كذا حدثني جعفر بن محمد حدثني فلان يعني هذا المضمون عبر الزمان والمكان وتم التبليغ به في كل الأوقات نعم أحسنتم سماعة الشيخ عودة إلى رواية سلسلة الذهب سماعة الشيخ هناك من يروي ختام الرواية بشرطها وشروطها وهناك ما ذكرتموه أنتم في حديثكم قال سلام الله عليه بشرطها وأنا من شروطها ما يتداول في بعض المحافل أو حتى في بعض الكتابات بشرطها وشروطها يعني ألا يوجد ركاكة في اللفظ ما رأيكم في ذلك ما وجدنا يعني في مصادر معتمدة الجمع بين الكلمتين بشرطها وشروطها وإنما الغالب فيها أنه بشروطها وأنا من شروطها شرط شروط هذه هل تركيب هذا غالبا هو تركيب فارسي وعجمي شرط شروط كذا في اللغة العربية أيضا ليس مستحسنا هذا أن تقول مثلا أبيعك بالشرط والشروط طيب ليس مستعملا هذا ولذلك أعتقد أنه مع عدم وجودها في الكتب المعتمدة والرئيسية واكتفاء تلك الكتب بكلمة بشروطها ينبغي الاقتصار عليها يعني يمكن أن يكون سبق لسان ومشت العداء سماحت الشيخ نبقى مع الإمام الرضا عليه السلام والحالة الثقافية والعلمية كان الإمام عليه السلام يستقبل الشعراء واستقبل دعب للخزاعي وألقى عليه قصيدته المشهورة مدارس آيات هل كان استقبال الإمام الرضا للشعراء حالة ثقافية أم لمناسبة عاشوراء الإمام الرضا عليه السلام وقبله باقي الأئمة أيضا كانوا يستقبلون من ينشد شعر الرثائف الحسين أو المدح في أئمة أهل البيت عليهم السلام حتى في الأماكن التي لا ينبغي فيها الانشغال بالشعر فلن ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام ورواية أنها عن الإمام الباقر أن الكوميت بالنسبة إلى الإمام الباقر جاء إليه وفي رواية الإمام الصادق في منا أيام التشريق أيام التشريق أيام ذكر لله عز وجل فقال له إني قلت شعرا وأحب أن أنشدك إياه فقال إنها أيام ذكر يعني موقت مثلا شعر قال إنها فيكم قال إذن هات هذا بعد إنها فيكم يخرج هذا المورد عن كراهة إنشاد الشعر بل إجمالا ما ورد في ذنب الشعر أخرج منه يعني الشعر اللي وأنهم يقولون ما لا يفعلون زين ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون أخرج منه إلا الذين آمنوا في أن يكون شعرهم في اتجاه الدين وبشكل خاص أخرج منه من كان في يكتب الشعر وينظمه في رثائهم حتى ورد عنهم عليهم والسلام من قال فينا شعرا فأبكى خمسين فله الجنة أبكى أربعين فله الجنة إلى أن يوصل فأبكى واحدا فله الجنة هم بشروطها أيضا هنا هذا أيضا من موارد بشروطها ولذلك كان الأئمة عليهم السلام يحرصون على تشجيع هؤلاء الشعراء نظرا لأن الشعر في ذلك الوقت أولا هو موقف بين من ينشأ الشعر وينظمه في مدحي الطواغيت والظلمة زين وهذا غير جائز إلا على سبيل التقية كما حصل بالنسبة إلى الكوميت وأجيز له بعدما قطع رزقه وظل مطاردا وكذا على أثر هاشمياته استأذن الإمام السجاد في رواية والباقر في رواية أخرى وأنه أنا بعد حسب التعبير حياتي مهددة قال إذا كان كذلك فقل فيهم فأنشد فيهم بعض الشعر فالآن صرت إلى أميته والأمور لها مصائر طيب لكن هذا على سبيل التقية وإلا الأصل أن الشاعر صاحب موقف يعبر عن ذلك الموقف بأشد عاطفته من خلال شعره فكانوا يستقبلون الشعراء بهذا في نفس هذه القضية المشهورة الإمام الرضا استقبل أثنين دعبل بن علي الخزاعي أو الخزاعي والعباس الصولي وكلاهما منحهما عشرة آلاف هسا بعضهم يقول درهم بعضهم يقول دينار من السكة التي ضربت بإسمه عشرة آلاف بمقاييس ذلك الزمان شيء كبير جدا سواء كان بالنسبة إلى دعبل أو كان بالنسبة إلى الصولي فهو في الواقع استقبال لمن كان يقول مثل دعبل يقول أني أحمل خشبتي منذ خمسين عاما لا أجد من يطلبني عليها هي موقف وموقف متقدم جدا منشور سياسي كبير طيب وهكذا الحال بالنسبة إلى قصيدة الصولي فسماحت الشيخ هو استقبال عام لم يكن بسبب المناسبة عاشرة والقصيدة هي عامة أيضا ما يذكر أنه في يوم عاشرة سماحت الشيخ أيضا في القصيدة أبيات حول الإمام الرضا رثى نفسه فيها صحيح كيف تجدون هل تجدون فرق في الأبيات بين قصيدة الدعبل والبيت الذي أنشأه الإمام الرضا يعني لو أن إنسان ظاهرا لو أن إنسان لم يعلم عن ذلك ولم يقله أنه هذا هو مثلا من إنشاء الإمام عليه السلام لكان القصيدة ضمن مسارها الاعتيادي طبعا هذا يحتاج إلى أدباء متخصصين في الشعر ولكن بهالنظرة الظاهرية التي نراها لو أنه عرضت على شاعر من الشعراء ماذا غير الشيع اللي يعرفون القصة نعم ومسح منها فقال الإمام الرضا ألا أضيف لك بيتين وعرضت عليه أظن لا يجد فرقا واضحا في السبك بين ما قبلها وبين ما بعدها سمعت الشيخ ذكرتم أثناء حديثكم أن الإمام الرضا عليه السلام عاش ثلاث مراحل في حياته المرحلة الأولى في زمان أبيه وأيضا كانت أو نقسمها إلى قسمين قسم في حياة هارون وقسم في حياة المأمون وإذا شئنا أن نقسمها ثلاثة فقسم كان وليا للعهد في حياته أيام هارون لم يتعرض هارون للإمام الرضا عليه السلام رغم أنه سجن الإمام الكاظم عليه السلام وهناك رواية تروى أن الإمام عليه السلام قال أن لو أخذ هارون معنى الرواية لو أخذ هارون شعرا من رئيسي فأنا لست بإمام هل هذا المنع هو منع تكويني أم أن الإمام عليه السلام قرأ الوضع السياسي في تلك الفترة من خلال سياق الرواية نفسها نحن نعتقد أن هذا الجانب جانب إخبار غيبي فإن في ضمن هذه الرواية قدم الإمام الرضا عليه السلام بعدما قالوا له كيف شهرت نفسك بالإمامة ولا زال سيف هارون يقطر من دمائكم استوحس بالتعبير اغتال والدك في السجن وإنت أطلعت نفسك للإمامة فكيف فقال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أخذ أبو جهل مني شعرة فأنا لست بنبي نعم وهذا معنى أن عنده إخبار من الغيب أن هذا الطاغوت الكافر لا يستطيع أن يصنع به شيء لأن الله يعصمه من الناس إما إخبار بشكل خاص أنه يا رسول الله لن يصل إليك أحد وإما من خلال إخبار ربنا سبحانه وتعالى له بأنه معصوم من الناس على أي حال هي جهة غيبية استدلال النبي استدلال الإمام الرضا عليه السلام بهذه القضية الغيبية قد يشير إلى أنه أنا يوجد لدي علم إلهي وإخبار رباني بأنه لا أموت على يدي هارون وإنما منيتي مثلا ستكون بيدي المأمون وهذا مما يحتج به الإمام على من خالفه لأنه سيكون صادقا هناك احتمال أن تكون القضية قراءة موضوعية للأوضاع القائمة بس ربما يخالف هذه أنه لا يمكن القول بها بشكل جزمي يعني إذا إنسان لا يعتمد على الإخبار الرباني لا يستطيع أن يجزم بهذا إن أخذ هارون مني شعرة فأنا لست بإمام لحن هذا الحديث لحن جزمي قاطع لا مجال فيه ولو لواحد في المئة من الخطأ وهذا لا يتناسب مع التحليل الموضوعي البشري وإنما يتناسب مع الإخبار الرباني والإلهي سماحة الشيخ ذكرتم أيضاً أن الإمام عليه السلام عاش فترة في المدينة وكان له نتاج علمي وحركة علمية في المقابل هل كان هناك تحرك سياسي للإمام رضا عليه السلام قبل أن يكون ولياً للعهل لا نجد هذا الشيء وإنما نجد يعني انشغال الإمام عليه السلام كان بهذا الجانب ورأيت بعض الروايات وهي يعني محل للالتفات أن الإمام عليه السلام بعد شهادة أبيه الكاظم سلام الله عليه ذهب إلى البصرة نعم وعقد فيها مجلس مناظرات ثم ذهب إلى الكوفة وعقد فيها مجلس مناظرات ورجع إلى المدينة يعني ذهب إلى البصرة وإلى الكوفة مبلغاً عن إمامته وطلب من بعض من يعرفهم هناك أن يجمع له العلماء والناس حتى يناظر العالم ويخبر عامة الناس هل هذا في مقابل حركة الواقفية التي حدثت؟ لا شك أن هذا جزء منه يعني في مقابل أولئك الذين أنكروا إمامة الإمام عليه السلام بس هي كوظيفة عامة إخبار الإمام الناس عن نفسه ودعوتهم إلى طريق الهداية هذا مطلوب سمحت شيخ لأن هناك رواية تقول أن الإمام عليه السلام خاطب المأمون العباسي بقوله أني كنت في المدينة وكتابي ينفذ في شرق الأرض وغربها هل يعني ذلك فقط المسألة العلمية والثقافية أم هناك أيضاً جانب سياسي في الموضوع؟ ما أدري عن مصدر هذه الرواية كيف هو وما هو حدود نفوذ كتاب الإمام عليه السلام هنا وهناك بس قد يكون قد يكون مشير إلى أن يا أيها المأمون لا تتصور أن أمامك شخصاً مثلاً ضعيفاً وليس له حضور بين الناس إحنا إذا نلاحظ مثلاً أن الدئبل الخزاعي وهو شاعر الإمام يخاطب المأمون في وجهه بقصيدة مشهورة أني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعد إحنا سويناك قتلنا أخوك لأنه قبيلة خزاعة والقائد جيوش المأمون اللي سيطر كان عبد الله بن طاهر الخزاعي فيقول إحنا قبيلة خزاعة اللي سويناك وإلا أنت ما كنت تترقع حسب التعبير فإذا كان لهذا الكلام من أصل أنا ما أدري من أين مصدره ولكن إذا كان لهذا الكلام من أصلاً فلعله يشير إلى أن الإمام عليه السلام كان له من الأنصار من القبائل من الجماعات التي يعني يكون أمر الإمام فيها لو أراد نافذاً سماحت الشيخ ذكرتم حديث حول الواقفية وهنا سؤال يطرح سماعة الشيخ هل الخلاف بين الإمام الرضا عليه السلام وهذه الفئة خلاف سياسي أم هو خلاف عقائدي أم هو خلاف بسبب أنهم امتنعوا من إعطاء القمص له كخليفة لأبيه الحركات المنحرفة قد لا يكون هناك عامل واحد فيها وإنما قد تكون فيها عدة عوامل تمتزج وتخرجها غاية الأمر بعض هذه الحركات المنحرفة تخرج العنوان الذي يناسبها تخرج العنوان الذي يستقطب الناس تخرج العنوان الذي لا يدينها خوارج على سبيل المثال فيها عنصر جهل فيها عنصر عصبية قبلية يمن ومضار وما شابه ذلك فيها عناصر شخصية رئاسة وسلطة ودولة وإلى آخره وفيها غير ذلك بس أن واحد يجي يقول إحنا خرجنا على علي بن أبي طالب لأنه هو مضري ونحن يمانيون مثلا ما حد يقبل هذا الكلام نعم صحيح فيجيب عنوان آخر ويقول مثلا لا حكم إلا لله هذا حك ما في دين الله نعم هذا حك ما في دين الله إذا أبرزت كأنوان ولافتة أخفت بقية الدوافع وإن الدوافع الشخصية اختفت وإن الدوافع القبلية كذلك وإن الجهل والقداسة المزيفة اختفت في مثل موضوع الواقفة كأحدى الحركات المنحرفة هي أيضا من هذا القبيل يعني مجموعة أمور قد يكون الحقيقة فيها هي ما كشفته الروايات من أنها دوافع مادية ومصلحية وتزعم ورئاسة وما شابه ذلك زين العنوان شنو هل يستطيع هؤلاء أن يقولوا نحن لا نبايع الإمام الرضا لأننا نريد أن نأخذ الأموال أو نريد أن نتزعم في مناطقنا أو لأنه الإمام الكاظم كان مدى أربع خمس سنوات في السجن أكثر أقل فإحنا صار عندنا حضور اجتماعي الآن ما دام الإمام الرضا ظاهر هذا الحضور رح يتراجع ما يمكن أن يقبل منهم هكذا فيقال أنت لست بإمام ليش لست بإمام لأن أبوك ما مات فتبدأ تتسلسل كيف ما مات كذا وكذا ولكن حسب ما ورد في الروايات أن الدافع الأساس هو كان دافعا ماديا مصلحيا وربما هم اتبع بعضهم يعني قد لا يكون القادة وإنما الذين جاءوا وراءهم جزء منه راجع إلى قضية الجهل وعدم المعرفة سماحة الشيخ الوقت يسرقنا وهو كالسيف كما قيل في آخر خمس دقائق من الحوار سماحة الشيخ نود تسليط الضوء على موقف الإمام الرضا عليه السلام من ثورات العلويين وموقفه من أخيه زيد النار لنختم بهالحوار موقف الإمام الرضا عليه السلام هو كموقف آبائه من الحركات العلوية أيضا الإمام الكاظم كان إليه موقف الإمام الصادق كان إليه موقف وهذه الحركات تنقسم إلى أقسام وبتبعها يكون الموقف منها مثل حركة الحسين بن علي بن الحسن المثلث ابن الحسن السبط شهيد فخ هذه ممدوحتون وجيدتون لأنه في أصل انطلاقتها انطلاق جيدة ثورة على الظلم محاربة للباطل وفي أساليبها أيضا لم تتخطى الشريعة ومثل ذلك مثلا ثورة زيد بن علي بن الحسين هذه الثورة في أصلها في انطلاقتها انطلاقة سليمة في أساليبها أيضا كذلك لهذا مثل هالنوع من الثورات والحركات كانت تؤيد بالمقدار الذي لا ينتهي إلى أذية الإمام أذية عظيمة مع أنه بعض الأحيان كان يحصل هذا لا لا تنتهي إلى قتل الإمام لا تنتهي إلى استأصال شيعة التأييد لهؤلاء بهذا المقدار ترحم عليه مدحة ثنى عليه ضم ربما أيضا اعطائش عوائل الشهداء الذين كانوا يستشهدون معه إعانات وما شابه ذلك هذا قسم القسم الآخر هو الحركات اللي هي حركات انفعالية في أصلها وسيئة في أسلوبها غير غير حسنة مثل حركة هذا زيد النار أخي الإمام الرضا فهذا لا أصل ثورته كانت انطلاقة انطلاقة سليمة ولا أن أسلوبها أيضا كان أسلوبا حسنا هذه تدان وقد أدانها الإمام الرضا عليه السلام وتكلم فيها بكلام المخالفة كونه أخ للإمام عليه السلام لا يعني أن عمله الفاسد يكون صحيحا فهذا قسم وقسم ثالث في الوسط مثل قسم من ثورات بني الحسن وهذه تمدح وتذن بمقدار قربها من الحد الأول أو الحد الثاني حسن الغاية والهدف والأسلوب أو سوء ذلك ما كانوا يذمون هاي الأئمة عليهم السلام لأنه في الغالب هذول أمام جبابرة وأمام طواغيت وأنكر المنكر سربما ترافق ذلك مع سوء فهم لبعض الأحاديث مع نحو من الدعاء الإمامة والقيادة والمهدوية ربما في بعض الحالات فكانت تذم بهذا المقدار وتمدح بذلك المقدار حركة زيد النار زيد ابن موسى بن جعفر كانت حركة مذمومة ولذلك عندما تكلم فيها المأمون العباسي حتى يحسبها على خط الإمامة وعلى خط أهل البيت وسجل نقطة حسب التعبير على قولنا الإمام الرضاء قال لا 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 تقيس زيد هذا بعمي زيد إن زيد ابن علي ابن الحسين لو ظفر لو فى ولقد قال جعفر ابن محمد استشارني في أمر خروجه وكان يدعو إلى الرضاء من آل محمد وأمثال ذلك من الكلام وأما هذا زيد النار فلم يكن كذلك لماذا سمي بزيد النار قيل لأنه يعني أول ما سيطر على الكوفة في ثورته عمد إلى البيوت التي فيها بن العباس أو تؤيد بن العباس أو كان فيها من جندهم فبدأ بإحراقها وهذا يعني فاتحتها على قولهم ما كانت حسنة عندما قبض عليه أيضا وعظه الإمام عليه السلام ووبخه على هذا الفعل سماحت الشيخ مضت ساعة ونحن نستمع لكم وما زلنا في ساحل الإمام الرضاء وفي ساحل سيرة هذا الإمام العظيم عليه السلام وحديثكم الجميل الشيخ هل هناك كلمة أخيرة قبل أن نختم أنا أختم وأنتم أيضا تختمون شكرا لكم أخواني العزاء والسلام عليكم ورحمة الله لكم الكلمة سماحت الشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا معهم وعلى منهجهم إلى قيام الساعة لا هذه الساعة ساعة وساعات في رحابهم وفي ظلال أنوارهم لا تكفي الإنسان نسأل الله أن لا يفرق بيننا وبينهم إلى قيام الساعة شكرا سماحت الشيخ وعلى محمد وعلى الطاهرين حفظكم الله وشكرا لكم وللإخوة الأفاضل وللمستمعين الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم جميعا في شفاعة عالم آل محمد علي بن موسى الرضا عليه السلام في الآخرة بعد زيارته مرارا في هذه الدنيا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله على محمد